أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري حملة إيد وحدة لتوزيع المواد الغدائية والمساعدات النقدية في محافظة المينيا تهدف الحملة إلى دعم 1.5 مليون أسر من الأسر الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء الجمهورية هنا في الصعيد وتحديداً محافظة المينيا داخل قرية أبيوها أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري حملة إيد وحدة لتوزيع المواد الغدائية والمساعدات النقدية نشارك في مبادرة إيد وحدة بتوزيع وجبات غذائية في قرية أبيوها مع محافظة المينيا على أهل البلد وتأتي هذه الحملة في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تعزيز مضلة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار التعاون كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لتعزيز الجهود التنموية وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بتأكد اليوم من خلال المطبخ التعليمي في القرية أن نحن مع كل أهلنا في المناطق الريفية والحضرية بالدعم الغذائي من توفير الغذاء والمواد الغذائية التي تنطلق من الفترة الجاية في حملات كبيرة لتوزيع المواد الغذائية لكل الأسر وعمل القوافل الطبية الحملة تستهدف دعم مليون ونصف المليون أسر من الأسر الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء الجمهورية حيث تشمل مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدي وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة كلنا موجودين نهاردة في المطبخ المجتمعي تحت مبادرة إيد واحدة عشان نغدم الناس جينا كلنا كل سطاف بتاعنا وجيبنا معداتنا وأدواتنا وكنا حرسين جداً أن الأكل يطلع على أحسن مستوى بكل المراحل اللي حصلت فيه تعليب تغليف من أول حتى مرحلة الشهر وتعمل الجهات المشاركة في المبادرة على تنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية وتأكيداً على التزام مؤسسة حياة كريمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً ترجمة نانسي قنقر